السلام عليكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير مرحبا بكم معايا ان شاء الله في هاد الوصفة اللي كتشاهدوا معايا واحد للطغط اللي صراحة جدت منعيشه هذا وقت المنظرين العشاق دير المنظرين هنا غادي يبانو وغادي يكونوا كتار كيما كتعرفوا المنظرين انتبارك الله هذا بحلو ما دقدي يلوزوين نوضو وجدو بهاد الالطغط اللي غادي نبارتجها معاكم بالنسبةل اخوات اللي معمرو مجربوها را تجي واحد ثلاث طغط زوينة بالكريمة ديال المنظرين نبقها دير بساطة كاي نوعة الكيك متل متكونش مجباري انا كم نقول لكم المول العاجيب را تقدروا تاخدوا غير المول العادي وديروا الكيك ديالكم بهاد المقادر وتوجدو الكريمة ديال المنظرين وتحطوها من الفوق لانك تشد ماشي ضروري لانك تحطوها لكن الاخوات ماشي ضروري ان يكونوا عندنا جميع انواع اللي مول ونقول ما غاديش نوجدها كيك عادي وديروا مع هاد الاخريمة كيك رائعة هنا ثلاثة البيضات وزيت عليه واحد اربع كاس ديال الماء يكون دافئ ما تخافوش بنسبة المبتدئات تقولوا ما يطلع لكم البيض بالعكس هاد الاضافة ديال الماء دافئ كيك يخلي البيض يطلع مزيان هنا زد السكار وخامة بانش ديالكم في الصوير كاس تقريبا الى ربع ديال السكار ساندة ونخدموا البيض ديالنا مزيان مع السكار حتى يطلع لنا مزيان وغادي نزيد العصير ديال ثلاثة الماندارينات إلا كانوا عندكم داك صغير ديروا ربعه المهم يخرج ديكم واحد كاس الى ربع نفس المقادر ديال الزيت والثكار والعصير ديال الماندارين وهنا مع الضفت هاد المقادر اشتلمول ديالي عمرليه غادي نغير هنا غيرت لبول ديال الخالد وهنا اضفت الزيت كاس الى ربع ديال الزيت العادية وهنا بنسبة تنسيم انا ما درتش لباني انا خديت اذوك الليمونات قبل ما نعصرهم من طبيعة الحال يكونوا غسلناهم زيان قشرت ليهم ديك القشرة حكيت ليهم غير ديك القشرة الليمونية ما تقشروش البيضاء باش ما يعطيكمش المرار هادو باش نسمت انايا انا غيرت اذوك ثلاثة الليمونات اللي اللي عصرت احكيت ليهم القشرة الليمونية باش نسمت وهنا غادي ندير واحد ستاشل قرام ديال الخميرة من طبيعة الحال غادي نديرو جوج كيسان عمرين ديال ديال الطحين لكاس اللولة غادي نحطوه هنا في الغربال وغادي ندير معاصة شي اللولة وغادي نبدأ نغرب التدريجيان الطحين وانا كنخلط بالخاطر ما نحاولوش نخلطو زربانين باش ما نطيحوش داك البيض اللي طلعنا وباش يخرج لنا واحد الكيك اللي يرطب وهشيش هنا غادي نقطع وغادي نخدم البراي ديالي بشوية حتى ندخل الكاس اللولاني وهناي الكاس الثاني وغادي نضيف الخمارة الثانية وهاكو دا طريقة باش الكيك ديالكم يحافظ على داك البيض اللي خدمناه ويعطينا واحد نتيجة في الكيك وطالع نخدمه بطريقة دائرية حتى ندخلو الطحين وهنا من بعد مما خدمت غادي نزيد واحد مع القادية الخل كي يزيد يعطي الكيك واحدة الهاشاشق كما شدتو معايا هذا هو الخليط مخصوش يكون تقيل بالزب وما يكونش هكوك سائل لانا الى كان سائل مجرد كيدخل الفران الكيك يطلع ومن بعد تخرجوه ركا هبط الى ما اخداش حقوه في الطحين هادي كالنتيجة ديال الكيك لا تطلع في الفران وخرج هبط تعرفوا بانه كان كان خاصه الطحين انا استعملت كما ذكرت لكم في اللول هاد المول كنقولوا لي المول عاجيب لا تقدروا تطبقوا هاد الوصفة في اي مول عادي اي مول عادي وهنا غادي نشعل الفران على درجة الحرارة 160 وهنا غادي ندخل الكيك ديالي باشي طيب ضروري تخليوا الكيك ديالكم ديما بنسبة لهاد النصيح انا اعطاه المبتدئات الكيك عمركم ما تخرجوه هو ما زالش هب انا كان فضل الكيك كيعطي واحد نسمة الى خليته تحمر واخده واحد للون ها بك محمر طيب على حقه طريقه كيجي للمنظر في الكيك وكيجي حتى المعداق دياله زوين هادي بالتجربة عمركم ما تتخذوا للكيك هاكوك شهب وتقولوا صفيرة طيب كيجي زوين الى محمر هنا بالنسبة الكريمة ما توجدوهاش قبل ما يطيب لكم الكيك انا خليت الكيك تخرجو وبرج شوية عاد بديت نخدم هاد الكريمة اللي اخديت فيها واحد كاس لانبه هاكوك ديال العاصر ديال الماندارين اذا كان حلو عندكم تقدروا تنقصوا السكار انا ندرسوا واحد معا نقاو نص وهنا غادي ندير معا نقاو نص ديال الانشاء وضروري تخلطوهم هم باردين هاد العناصر يتخلطو على البارد وعاد نحطوهم فوق البوطة ونوقفو عليهم العافية مهيلة ونوقفو عليهم حتى نحسو بديك الكريمة تجمعت لنوعقات لان هاد الكريمة مخصون توجدوها بالنسبة الاخوات المبتدئات اللي غادي وجدو هاد الكريمة ماشي تقولون نوجدوهن حتى وعاد نصيب الكيك حتى يطيب لكم الكيك وصيبوا الكريمة ومحدة سخونة نحطوه فيها واحد معا صغيرة ديال الزبدة وهنا غادي ندوز الكيك ديالي غادي نسقي غير شوية منيش ترطب غير انا كنفضل اللي تخلي فيهم الكريمة باش يجيونا شوية ارطبين صراحة الكيك هاكوة بوحده ورطب ولكن نزلت لغير شوية ترشيشة ديال السيرو وهنا غادي نخوي الكريمة ديالي محدة سخونة ما تخليوهن تتبرد مجرد كتتبرد ركا تجمد صراحة جيت الكريمة بنينا منعيشة تجربوها الاخوات المبتدئات يجربوها ويعرفو الماداق اللي كنهضر عليه هنا نحاولو غير نقدوها محتى باقي مجمدات باش تشدلينا الفورم هاكو فوق الكيك وهنا غادي نخليها تبرد ومن بعد زينت هاكوة هاكوة قطع ديال الماندارين بشكل اللي بغيتو وقدرت اللوز يفليف الجوانب بطريقة زينة كل واحد يزين بذكش اللي عنده انتبنا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم صراحة جيت زوينة حتى الكيك كما لاحظت الجوانب قلت لكم خلوات تحمر مزيان لان التاب نسبة للون ديال الكيك ركاية يلعبوا دور مهم في الجمالية ديال الكيك وكتنجح لكم الوصفة لا شكلا ولا مضاقا لان كما تنقول وراء العين كتاكل قبل الكرج انتبنا ان شاء الله تعجبكم وغادي نقدروا القطع معكم باش نشوفوا نشوفوا النتيجة النهائية كيفاش صدق لنا الكيك كما تعرفوا اي وحدة صيبات لكيك تقول محده ما تقطع ما تقطع تنقولوا كيفاش غادي يكونوا من الداخل ولكن بالمقهة هذه المضبوطة وحنا ديما ما اضطتش لكم شي وصفة ما ناجحة لي اصلا باش نبرتجيها معكم وانا غادي نهزت معكم باش شوفوا الكيك كيجا صراحة جا ارتب ومبس بس غادي تقولوا بحليلا ديرين وبالفينو كما شبتوا معايا والكريمة لا نقول لكم المضاق ديالها روعة النسمة ديال الليمون ديال القشور باش نسمنا الكيك والكريمة اللي وجدناها بالعاصير ديال الماندارين صراحة انجل المضاق وعر ان شاء الله كنتمنى تعجبكم توجدوها لديكم العائلتكم ووليداتكم ويفرحوا بها سوف ينضغها بطبيعة الحال ما شهيدكم ان شاء الله تعجبكم متنسونيش ارجعوني باللايك تعليق اعجباتكم ان شاء الله كنتمنى لكم الصحة والسلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة